أكد محامل محتجزين الكويتيين في مدينة عبدان الإيرانية عادل عبدالهادي تقدمه بكتاب احتجاج إلى وزير الخارجية الإيراني والسفير الإيراني لدى دولة الكويت نظرا لاستمرار حجز المواطنين الكويتيين عادل اليحيا ورائد الماجد منذ الثالث عشر من نوفمبر مطالبا بسرعة الإفراج عنهما كما أعرب عبدالهادي عن أسفه لأسلوب تعامل الحكومة الكويتية مع القضية وعدم توضيح حال المحتجزين في بيان واضح وصريح قمت اليوم بتقديم كتاب إلى وزير الخارجية الإيراني وأرفقت صورة منه إلى السفير الإيراني في الكويت يتعلق باحتجاجنا كمحامي للمعتقلين الموجودين في إيران القابعين في سجون عبدان في أمن الدولة في غضية ليس لهم علاقة فيها هم مجرد كويتيين كانوا متواجدين هناك لتصوير بعض اللغطات التلفزيونية المعتادة لبرنامج اجتماعي وبالتالي احتجازهم غير مبرر طول هذه الفترة طبعا ما في مبرر أن أي واحد يقال في غانون الإقامة خلنا نفترض هذا كان يفترض أن يرحلونهم من إيران وتنتهي المسألة لكن قلقنا من مدة الاحتجاز الطويلة وقلقنا الآخر بمحاسبة الحكومة الكويتية على تأخيرها ببيان شفاف يبين حالة الأولاد حالتهم الصحية حالتهم المهنية حالتهم النفسية خصوصا لهم أسر تسأل عنهم وكذلك الخارجية الكويتية إلى هذه اللحظة لم تقابل لا أم ولا أب الأولاد ولم تقابلني باعتباري أنا محامي الأولاد لتبين لحقيقة الموضوع ولم تكشف للرأي العام الكويتي عن حقيقة هذا الموضوع